موسيقى من فضائية العراق التربوية تجدد لقاءنا بكم عزائنا الطلبة ودرس جديد من دروس مادة الفيزياء المخصص للصف السادس الإعدادي درسنا هذا اليوم سيتناول الفصل الأول المتسعات عزيزنا الطالب في بداية الأمر خلين نتعرف على معنى كلمة متسعة طبعا قبل ما أدخل لك على الفصل وقبل ما أوضح لك شنو معنى المتسعة خليني نيان وياك نروح إلى تعليل جدا مهم يكون في الورقة الأولى من كتابك المنهجي اللي استلمت لهذا العام اللي هو يقول لك نادرا ما يستعمل الموصل المنفرد المشحون لتخزين شحنات كهربائية طبعا الموصل المنفرد يخزن كمية محدودة من الشحنات ليش محدودة؟ لأن الاستمرار بإضافة شحنات رح يزيد فرق الجهد الكهربائي مع علاقة ذاكر لك إياها رح أوضح لك إياها ولما يزيد فرق الجهد الكهربائي رح يصير ويا المجال الكهربائي كبير إلى الحد الذي قد يحصل فيه تفريخ كهربائي بالتالي كل الشحنة اللي يخزنها الموصل المنفرد المعزول رح تتفرغ من عنده بالتالي أنا أكون عملي كأنه ما أنجزت شي خلينا نحدد لك هذا التعليل وبعدها نشوف يعني إحنا بقينا في مفهوم الموصل المنفرد اللي مدى يقدر يخزن غير كمية محددة من الشحنات أم توسعنا ورحنا شفنا جهاز بإمكانه يخزن شحنة مقادير كبيرة من الشحنات ويخزن مقادير كبيرة من الطاقة خليكوا إياي وخلينا نروح إلى اللوحة وخلينا نحدد التعليل اللي أنا قلت لك عليه وشوف هذا التعليل نروح في الورقة الأولى من كتابك المنهجي يقول لك الموصل الكروي المنفرد المعزول يمكنه تخزين كمية محددة من الشحنات الكهربائية لأن الاستمرار في إضافة شحنات حيأدي إلى زيادة الجهد على بعد معين اللي هو فارضك إياه R على المركز الشحنة وفق علاقة أنت ما أخذها سابقا في سنين سابقة اللي هي بي تساوي 1 على 4 باي أبسلونت في Q على R وشوف هنا لاحظي R في المقام وطبعا أكاتب لك إيش قد قيمة الكيدي هو هذي يمثلها هذه العلاقة أمامك اللي هي 8 بوينت 8 5 في 10 والسالب 12 كولوم تربيع على نيوتين في متر تربيع بذلك هيزيد عندك فرق الجهود الكهربائي مثلا فارض أنه بين الموصل هذا المفرد وبين الهواء وبالتالي رح يزيد منه دائما يجي وياه فرق الجهود طبعا المجال الكهربائي طبعا إلى حد يحصل عنده تفريخ كهربائي ومن صار عندي تفريخ كهربائي تفرغت جميع الشحنة لذلك أنا نادر ما أستخدم الموصل المنفرد حتى أخذن شحنات كهربائية إذن أنا بهالحالة ما استفدت من الموصل المنفرد خليني أروح أشوف شن الجهاز اللي ممكن أنا أستفاد منه ويخزيني كمية غير محددة من الشحنات ومن الطاقة المتقل وياها خليني أعرفك إلى جهازك الموجود واللي هو اسم الفصل على اسمي اللي هو المتسعة عندي رسم جدا واضح للمتسعة موجود شكل أربعة وطبعا هذا هو شكل المتسعة متسعة عبارة عن لوحين مادة موصلة مثل ما نشوف هذه اللوحة الأول وطبعا لازم مادة موصلة لأن أنا إذا أجبت لوحين من الخشب مرح يخزن لا شحنة ولا يخزن طاقة فلازم تذكر كلمة مادة موصلة أربط أحد السطحين بقطوب موجب لمصدر فرق جهد كهربائي نستخدم لك هنا الباتري وأحب أنوه أن الباتري يطي نوع فرق جهده اللي هو كهربائي دي سي أي كهربائية المستمرة أي تكون ثابتة المقدار وثابتة الاتجاه بمرور الزمن والقطبة الثانية عزيزنا الطالب مثل ما تلاحظ ربطة سالب بالسطح أو أخذنا الصفيحة الثانية وبالتالي الصفيحة اللي ربطت بالقطب الموجب للباتري تم شحنها مثل ما نشوف بالرسم بشحنات موجبة والصفيحة اللي تم ربطها بالقطب السالب للباتري شحنة شحنات سالبة وعدنا إحنا بالكهربائي أخذنا فيه سنين سابقة مدام صار عندك صفيحة كاملة كلها شحنات موجبة وصفيحة كاملة كلها شحنات سالبة متساوية بالعدد مختلفة بالنوع إذن رح يتولدني مجال كهربائي انظر إلى الرسم أمامك هو مجال كهربائي محدد لك إياه بكلمة منتظم ده شوف شون خطوط المجال الكهربائي تكون متوازية فيما بينها هذا مجال كهربائي عزيزنا الطالب يكون منتظم اتجاه من القطب الموجبة أو من الشحنات الموجبة إلى الشحنات السالبة هذه هي المتسعة عادة المتسعة بين السطحين لأمامك على اللوحة يفصل بين هذه السطحين قد يكون فراء يعني كوشي ماكو أو قد يكون هوا أو أحيانا رح أدخل عازل على صفيحتي هذه هي المتسعة وبالتالي صارت عندي هذا الجهاز هذا الجهاز شي يقوم شنو شغله شغله يخزن شحنات كهربائية ويخزن أيضا طاقة كهربائية إذن يخزن شحنات الميدة يخزن شحنات عندنا المصدر هو البطارية يخزن طاقة يقول لك بتعبير موجود بكتابك المنهجية تم خزن الطاقة أو مقادير الطاقة في المجال الكهربائي للمتسعة وإحنا شفنا وين هو المجال الكهربائي حددت لك يا بي الأسم الخضراء هو رمز المجال الكهربائي وعليه سهم لأنه كمية متجهة وهنا رح تنخزن الطاقة ويرمز للطاقة بالرمز P-E وتقاس بوحدة أجون أشكال المتسعات مختلفة عندك الرسم الموجود الآن ظاهر أمامك على الشاشة هي متسع ذات صفيحتين متوازيتين وعندي أنواع أشكال عفوان أخرى مثل المتسع ذات الكرتين المتمركزتين وعندي المتسع ذات الأسطوانتين المتمركزتين بعد ما فهمت وياي شنو هي المتسعة هي جهاز يخزن لك شحنات ويخزن لك طاقة يتكون من سطحين من مادة موصلة أحدهما يربط بي قطب موجب للباتري رح يشحن شحنات موجبة والثاني بالقطب السالب للبطارية رح يشحن بشحنات سالبة رح يتولى لي مجال كهربائي بين الموجب عزيزنا الطالب وبين السالب هذا المجال الكهربائي اتجاه من الموجب السالب هذا الجهاز يخزن مقادير من الشحنات وكذلك يخزن مقادير من الطاقة في المجال الكهرباء المتولد بين صفحتين متسعة طبعا يفصل بين هاي الصفحين فراغ أو هواء أو أي عازل من مادة عازلة عزيزنا الطالب خلينا نروح نشوف كل هذا الكلام وضحته إليك بي الرسم وهن موجود عندك بي الكتاب وهي المتسعة وانتبه علي على اللوحة خلينا نشوف المتسعة خليكم ويانا عزانا الطالب خلينا نشوف يقول آني استخدمت نظام يتألف من موصلين معزولين هذا النظام يتألف من موصلين معزولين يفصل بينهما عازل قد يكون فراغ أو هواء من مادة عازلة فيقبوا وقدوله اختزان شحنات موجبة على أحد السطوح والثاني يكون سالب وهيها المتسعة اللي هي جهاز يستعمل لتخزين الشحنات الكهربائية والطاقة الكهربائية يتألف من زوجة واكثر من الصفائح الموصلة يفصل بينها عازل هذا العازل قد يكون هواء قد يكون قد تكون مادة عازلة وتوجد بأشكال معينة الشكل اللي كان ظاهر أمامك كانت متسعادات صفيحتين متوازيتين وعندي متسعادات الأسطوانتين المتمركزتين ومتسعادات الكرتين المتمركزتين وطبعا المتسعاد تصنع بأشكال مختلفة حسب أنا حاجتي لها وحسب تطبيقاتها أحجامها وأشكالها تكون مختلفة هذه هي المتسعة عزيزنا الطالب في يعني أهم الصفات بقى أذكر لك عزيزنا الطالب انتبه علي على هذا شيء يقول طبعا إذا أسأل شقدت صافي الشحنة على هاي المتسعة اللي ظاهر أمامك على الشاشة طبعا صافي الشحنة رح أكتب لك الكلمة يجب أن تكون صفر هل يعني أن المتسعة فارغة من شحنتها لا يوجد فيها شحنة طيب أنا قبل شوية رابطتها بالباتري وكانت مليئة بالشحنات ليش تقولين صافي الشحنة عليها صفر لأن أحد الصفيحتين تشحن بشحنة موجبة والثانية تشحن بشحنة سالبة مساوية لها بالمقدار ولكن معاكسة لها بالاتجاه عزيزنا الطالب بالتالي يكون الناتج مال الصفيحتين الناتج الجبري إنهم يساوي صفر بالتالي ما تظهر لي أي شحنة على صفيحة المتسعة خلينا نشوف المادة الأخرى المتبقية إنه من المتسعة طبعا إحنا هذا الموضوع يقودنا إلى شيء اسمه ساعة المتسعة ساعة المتسعة وأنا أرمز لها عزيزنا طالب الصف سادس علمي بالرمز كابتال سين ساعة المتسعة هل المتسعات كلها متشابهة بطريقة خزنها هل ثبتنا تعريف عام أو تايتل عام للمتسعة قلنا هي جهاز يستخدم يخزن شحنات ويخزن طاقة كهربائية هل كل المتسعات بدنا تخزن نفس الكمية من الشحنات نفس الكمية من الطاقة الإجابة كلا زين شنو اللي حدد لي متسعة عن أخرى بكمية الخزن هي ساعة المتسعة ساعة المتسعة يمكن تعريفها بطريقة بسيطة جدا خليني أوضح لك إياها على اللوحة ومن هذا التعريف عزيزنا الطالب تقدر تستخلص قانون أيضا رياضي أو من القانون بالعكس تقدر تستخلص التعريف ساعة المتسعة عزيزنا الطالب يقول لك هي النسبة وكل كلمة نسبة بالفيزياء يعني خط كسر ما بين الشحنة المختزنة على أحد صفيحتيها إلى فرق الجهد الكهربائي المتولد بينهما وبالتالي استخلص تعريف من هذا القانون والعكس صحيح إذن هي النسبة لا يخط الكسر ظاهر أمامك بين الشحنة المختزنة في أي من صفيحتين متسعة إلى فرق الجهد الكهربائي بينهما وبالتالي صار عندي هذا القانون عزيزنا الطالب بقى عندي أثبت لك أن هذا القانون هو قانون بإمكانك أن تجد أي مفردة من مفرداته بحاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الواسطين يعني من الممكن أن تكون الشحنة مجهولة فأني أقول الشحنة تساوي السعة في فرق الجهد الكهربائي وهذا أيضا قانون يمكن اعتماده في حل المسائل وهذا القانون هو يعني الرئيسي للسعة يكاد يكون من أهم قوانين الموجودة في الفصل الأول كذلك يمكن استنتاج قانون لقياس فرق الجهد الكهربائي دلتا في رح تساوي لي الشحنة على ساعات المتسعة وقاعد يأذكر لك عزيزنا الطالب أنه مثل ما تعرف من سابقا أنه شحنة المتسعة أو الشحنة بصورة عامة تقاس بوحدة تدعى الكولوم وفرق الجهد الكهربائي يقاس بالفولت بالتالي ساعة المتسعة تقاس بوحدة الفارد وعزيزنا الطالب الفارد أيضا إلى مشتقاتها رح أعرفك عليها ومذكورة عندك في كتابك المنهجي القانون اللي يظاهر أمامك على الشاشة قانون جدا مهم استخدمه في حل الكثير من المسائل اللي تظهر عندنا في كتابنا لهذا العام وخليني أروح وأشوف المتسعة عزيزنا الطالب وهذا هو اللي تنت أني أشرح لك فيه انتبه علي طبعا أنا عندي فرق الجهد الكهربائي قال لك أرمز ديب الرمز فرق الجهد دلتا بي وعمليا عزيزنا الطالب وجدوا أنه فرق الجهد الكهربائي بين صفيحتين المتسعة المشحونة يتناسب طرد ويامن ويامن ويامقدار الشحنة على أي من صفيحتها هذا يعني أنه ازدياد مقدار الشحنة يتسبب في ازدياد مقدار فرق الجهد الكهربائي دلتا بي بين الصفيحتين لذلك حاطت لك تعريف في سعة المتسعة قال لك مثل ما قلت لك هي النسبة بين الشحنة المختزنة في أي من صفيحتها إلى مقدار فرق الجهد الكهربائي بين الصفيحتين على أساس هذا القانون الظاهر عندك أيضا على الكتاب وظاهر عندك قبل شوية كان على الشاشة وقال لك المقدار الثابت يسمى سعة المتسعة يقصد بي هو سي وهذا هو القانون النهائي اللي ظاهر عندنا في الكتاب عزيزنا الطلاب وكاتب لك أيضا خليني أطيك آخر شيء عندي هنا سعة المتسعة أيضا من الممكن نقول أن هاي مقياس المقدار للشحنة اللي لازم وضعها اللي من صفيحتها حتى أولد فرق جهد كهربائي معين بينهما والمتسعة اللي سعتها أكبر يعني دا تستوعب شحنة بمقدار أكبر ومثل ما وضحت لك على القانون الظاهر قبل قليل أن الشحنة تقاس بالكولوم فرق الجهد يقاس بالفولت بالتالي سعة المتسعة تقاس بالفارد وآخر شيء بقى عندي أنه أقول لك كل فارد دايسة واحد كولوم على فولت ومشتقات الفارد واحد مايكرو فارد عشر أسالب ستة من الفارد واحد نانو فارد عشر أسالب تسعة من الفارد واحد بيكو فارد عشر أسالب اثناعش فارد رح تسألني رح أقول لك رح أحتاجها في تحويلات حل المسائل نكمل وياكم في درس لاحق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة